أقر المجلس الوزاري المصغر الكابينت خطة متعددة السنوات لجيش الاحتلال في الفترة ما بين 2016-2020 تسمح وفق ما أعلنه الاحتلال للجيش بالتزود بأسلحة متقدمة وتعزز قوته وتحسن كيفية استخدام موارده الحالية ويرى خبراء في الشأن العسكري والأمني الصهيوني أن ما يعلنه الاحتلال من وضع خطط وتقنيات عسكرية جديدة ليس إلا رسائل طمأنة للجيش الداخلي أمام عجزه في كبح جماح المقاومة الفلسطينية الآخذة في تطوير الأنفاق والقلائف الصاروخية فمنذ أن بطل سحر منظومة العصى السحرية وظهر عجز القبة الحديدية وتعظم تهديد أنفاق المقاومة وجيش الاحتلال يفتش عن مبررات جديدة لطمأنة جبهته الداخلية ريث ما يصل لحل تقني لمشكلة الأنفاق ويؤكد واصف عريقات الخبير والمحلل العسكري أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يعد يتمتع بعامل التفوق والردع في انتصاراته القديمة على جيوش العرب لأنه يواجه مقاومة متخفية لا نمطية ويضيف واصف أن مواجهة الجيوش بعضها لبعض أسهل لأنها مواقع ومعدات ثابتة يستخدم سلاح الجو وقوة الإسناد في القضاء عليها بينما مقاومة أضرب وهرب تختفي اليوم تحت الأرض للا يشتهدون لترميم قوة الردع منذ حرب 2006 وحروب غزة الثلاثة وكانت بحرية الاحتلال كشفت النقابة عن إدخال غواصات رحاف المتطورة فيما أخرج اكتشافها وتفجيرها لأحد أنفاق المقاومة جنوب غزة قبل أيام بشكل مسرحي يعكس ضربة استخبارية وتفوق ميدانيا أمام معضلة الأنفاق وكان الاحتلال قد نشر الصيف الماضي وثيقة تتكون من 33 صفحة كانت تصنف بأنها وثيقة سرية عرفة باسم يزيغوت تضمنت تبني مبادئ الردع والإنذار والدفاع عن الجبهة الداخلية وتضع في بؤرة الصراع الحالي والمستقبل تنظيمات أهمها حماس حزب الله داعش بعد تراجع الخطر مع الجيوش العربية المجاورة سابقا مثل الجيش العراقي والسوري والمصري ولم تعد نظرية الاحتلال العسكرية التقليدية القائمة على القاعدة الطائرة تقصف والدبابة تقتحم صالحة لتكيف مع واقع حرب العصابات الذي تنتهجه المقاومة خاصة في ظل تطوير شبكة الأنفاق التي لا زالت المعضلة الأكبر للاحتلال الإسرائيلي